الأعبادي اتهم قيادة أقليم كردستان بعدم الاستماع إلى مناشدات الحكومة الاتحادية لا سيما فيما يخص إلغاء نتائج الاستفتاء وحجم الخطر الذي سيتعرض له العراق وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته أن قيادة الأقليم خرجت عن الإجماع الوطني والشراكة الوطنية مؤكدا أن فرض الأمن والنظام في كاركوك يأتي لحمايتها ولكي تبقى مدينة تعايش سلمي لكل العراقيين بمختلف أطيافهم داعيا جميع العاملين في مؤسسات الدولة بالمحافظة للاستمرار بعمليهم بشكل طبيعي وعدم تعطيل مصالح المواطنين